دخل مصاب بمرض الإفلونزا وخرج جثة هامدة أحمد ذو الواحد والخمسين عاماً وأب لأربعة أطفال نقل إلى أحدى المستشفيات الحكومية في مدينة الصدر بعد يومين من مرضه ليلقى منيته هناك على لسان عائلته دكتور شين مريضنا إحنا شبيه؟ قال مريضكم طبية إحنا ما بيشي لعشينه هاي حالته؟ قال مريضكم عدة حالة نفسية قلنا له مريضنا ما يعاني من أي حالة نفسية قال عدة مشكلة عدة فشي قلنا لا ما عداي مشكلة والرجاء صارت لتانفلاونز يعني بالبيت ما طالع ع الشاشة اللي مخلينها إلى هذا الجهاز اللي رابطينه إلى الأوكسجين مالته من الستين للسبعين وتدريجياً ينزل بالنازل إذا نخرج جهاز الأوكسجين هذا اللي بوجهه حالة الصحية السوء فرحنا قلنا لدكتور يا با هذا الجهاز جاي ينزل الأوكسجين مالته قال لا هذا الجهاز غلط إحنا أصرينا أنه نبقى إحنا مند الدكتور مخرجنا ولا طالبين خروج لأن حالة المرض ما تسمح بقينا ساعتين من بعد ما وقعنا أصرينا على الطبيب أنه يروح يجي بنا دكتور غير دكتور أو جانا غير دكتور دزوا عليه هم الكادر ما الطوارئ ما أعرف فمن أجي الدكتور تفاجأ بالحالة قال هاي شن الحالة من المستلمة؟ قلنا له المستلمة ذاك الدكتور دزوا عليه قال له وين الكارت ما العلاج؟ قال له الكارت ما العلاج سلمت قال له على إيه ساسي سلمت الكارت؟ المريض موجود عندك قال له هم طلعوا وقلنا له شو إحنا ما طالعين؟ قال انتم ووقعته قلت لأنت ووقعتنا وبصمتنا قلت إنه كارت ما العلاج هذا عائلة أحمد بيّنت الإخفاق الذي حصل لدى إحدى الكوادر الطبية الذي أشرف على الوضع الصحي للمتوفى منشدين الجهات الحكومية الوقوف على الإخفاقات وعدم تكراري مثل هكذا حالات والله إحنا نسمع عنه يعني هيش خبر أنه هؤلاء طباء يتعاقبون جبول المستشفى الشهيدة صدر ونقول مع الأسف يعني هالا المدينة قدمت ترحيات ودماء والشهداء قد يزون نهيشي ديزون نهيشي أطباء وإحنا هم نعمم على أطباء هكذا أطباء لا يقومون بدورهم وعجبهم وعلى أحسن ما يكون بس هذا الطبيب يعني بصراحة نحس يعقصر هو يقصر ويقصر ويه مريض يعني التقصير كله تشبير ليش؟ لأنه هؤلاء قال منه أقرب شخص علي هنا قلت لأنا كلهم دول إحنا يعني أخوتي أخواني وولد أخوه قال حاجة تعال تشصير لعدك قلت لأنا أخو قلت فضليهم هنا قال طبيا كل شي ما عنده بس هو يعني رضوه رضوه حالة النفسية تعبانة ويبقى حق الرد مكفولا لدى وزارة الصحة والمستشفى الحكومي الذي نقل أحمد إليها فيما يؤكد دوه أن هناك تقصيرا طبيا فضلا عن خطأ قد يتكرر عند مرضى آخرين في المشفى ذاته براحمة المحمودة نيوز بغداد